بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب نوزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاءها بأسنا بيات نوم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمنائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج منك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدخورا لمن تبعك منهم لأملهن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصفين فذلاهما بغور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرا ومتاع لا حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم إنه يراهم هو وقبيرهم من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشتهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يضع بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل من ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة من يوم القيامة كذلك نفصل الآيات بقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قلخلت من قبلهم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة اختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرى فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما قنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورث قموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين الذين يصفون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا خرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون من بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيظوا علينا من الماء يوم مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحجون ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم على علم هدى ورحمة لقوم يومون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوء من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا ننشفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والندوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل التمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لايات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعذبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رب منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معهوا في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنين وإلى عاد نقام مهودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاعة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاعة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح ممين أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ دعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجهتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذعوا آتاكم في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قفورا وتنحتون الجبال بموتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل بي مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوا ايتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم داثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصرين ولوطن قال لقوله أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شأوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنه هو أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخرهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والليزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمن بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحتم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ ندان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثرين الذين كذبوا شعيبا كهل لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفهمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعنون أفهمن مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصدناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معينني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيتي فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاره فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرهي وأخار وأرسل في المدائن حاشدين يا كوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعينا من الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وآعون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لما كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف سم لأصلبنكم أدمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تغنقم منا إلا أنامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقوله استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيرهم بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعملون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك به منين فأرسلنا عليهم الكوفان والجراد والحمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينقسون فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوهم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء اعتبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبعيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى سلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله مدكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في للواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريق دار الفاسقين سأصرف على آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قروسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غربان أسفا قال بي سما خلفوني من بعدي أعدلتموا أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخي يجوه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن من الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ لبواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شيت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء وإياه منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريت والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يأذون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباق نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحدوى فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قل علم كل أناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شيط وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسفون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله يهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا قالوا معزرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسفون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تهذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا لذنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذون ألم يوخذ عليهم بيثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقالوا الصلاة إنا لا يضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وقلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شرنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأث وتتركه يلأث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن وليس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا العام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله لسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزغن ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظوا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأمعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبيع حديث بعدهم يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علها عند ربي لا يجليها لوقتها إلاهم فقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنبونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوه إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتمهم أمنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهو أرجل يمشون بها أم لهو أيدي يبطشون بها أم لهو أعين يبصرون بها أم لهو آذان يسمعون بها قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرف عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سمير عليم إن الذين اتقوا إذا نسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوامهم يمذيونهم في الغيزهم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربهم وهده ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغذو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون